مارس الكولر لسه هقولها لك كده بالبلد يعني باللزازة يعني لسه قافش على كهربا لسه قافل منه لسه متدايق منه كولر لسه بيعاكم محمود كهربا بعد الازمة الاخيرة مع مساعدي مارس الكولر وحضركم شفتم فيديوهات منتشرة كثيرة وهو كهربا بيعترض على مساعد مارس الكولر بعد مباراة فاركو الاخيرة كولر سبق وكرر ان كهربا يتدرب لوحده ليلة مطش طلاق على الجيش وبالتالي اللاعب تم استبعاده من مباراة مبارح قدام طلاق على الجيش زي ما قلنا لحضراتكم في رقم 10 كولر لسه متدايق وزعلان من كهربا وبناء عليه كهربا تمرن النهاردة لوحده الصبح الساعة 10 تحديدا في ملعب التتش في الوقت اللي اتمرنت فيه الفرق عادي الساعة 6 ونص مساء في التتش التدريب الجماعي بالمناسبة بكرة كمان كهربا هيتدرب لوحده بكرة كهربا مستبعد من المران الجماعي وبالتالي بالنسبة تقترب من المائة في المائة كهربا هيكون خارج المباراة القادمة امام الداخلية وتاني كهربا هيشيل شلده تاني كهربا هيشيل شلده بص كهربا لاعب له شعبية كبيرة عند جمعيل النادي الاهلي وكهربا بيحب النادي الاهلي وكهربا لاعب موسم عظيم جدا الموسم اللي فات واشدنا جميعا بكهربا اللي جي بعد فترة غياب طويلة وادى بشكل رائع مع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي لا عنده عزيز ولا غالي إلا النادي الاهلي فانت هتبقى جوة منظومة النادي الاهلي انت صاحبي وحبيبي وكفاءة تلقى اعتبر المنظومة معرفكش فلو كهربا ساند على الفكرة بتاعت ان جمهور الاهلي بيحبني فجمهور الاهلي بيحب النادي الاهلي أكتر وبيسند النادي الاهلي أكتر فمن الزكاء إن كهرباء يرجع تاني ويعتذر للجهاز الفني ويرجع يخش المنظومة يلعب أساسي يلعب دكة لازم يبقى جوا النادي الأهلي عشان تفضل شعبية كهرباء كبيرة غير كده نصيح من أخوك مش هتلاقي الشعبية دي بنفس المقدار على الأقل من جمالي النادي الأهلي